من جديد تعود كرة القدم المغربية إلى ساحة الأحداث الرياضية العالمية ولكن هذه المرة عبر بوابة منتخب سيدات المغرب المشارك في كأس العالم المقام في استراليا ونيوزيلندا سيدات الأطلس تأهلنا للمنديال بعد فوزهن بالمركز الثاني في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في المغرب العام الماضي ويرجع الخبراء الرياضيون هذا التفوق لكرة القدم النسائية في المغرب إلى اهتمام القائمين على اللعبة بهذا الأمر ففي عام 2020 وقع الاتحاد المغربي لكرة القدم اتفاقا مع دوري السيدات الوطني لجعل المنافسة احترافية كما أعلن عن خطط لإقامة بطولة وطنية لمن هنا دون سن 17 عاما وكذلك منافسات إقليمية للشابات ومن الرباط ينضم إلينا علي المصباحي المدرب والناقد الرياضي أهلا بك معنا في حصة مغربية سيد علي أول فريق نسائي لكرة القدم من العالم العربي يتأهل إلى المونديال كأس العالم للسيدات الكثير من الإشادات حتى في العالم الغربي الصحف الأجنبية تتحدث عن هذا الإنجاز كيف تعلق عليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم أولا شكرا على الاستضافة بالنسبة كما ذكرت في التقرير فالتأهل للمنتخب المغربي النسوي والقدام فهو بحداته إيجاز بعد تسعة مشاركات أصبح المنتخب المغربي موجود في المشاركة التاسعة كأول منتخب عربي وإفريقي عربي الذي يشرف القرى العربية فعلا هذا الإنجاز لم يكن بعمل مجان فكان هناك عمل صعب من سنة 2021 كانت أول بادرة طيبة من الجامعة المالكية المغربية لقرى القدم التي قدمت بطولة احترافية للكرى النسوية كذلك البنيات التحتية وجلب مدربين من طيانة مدربين عالميين كمدرب أبدروس الذي موجود حاليا كجهاز فني كمدل المنتخب المغربي النسوي الذي كان يسبق له فاز بكأس عصبات الأبطال الأوروبية مع فريق اليوم مدرب محنك عنده خبرة اليوم رأينا أول ظهور من المنتخب الوطني المغربي النسوي كانت أول خبرة نتمنى لها إن شاء الله تكون انطلاقة الكرة العربية النسوية نعم أنت أشرت إلى مجموعة من المعطيات أدت إلى تميز الكرة المغربية ليس فقط في الحقيقة عندني سوى إنما أيضا للرجال تأهل أسود الأطلس إلى كأس العالم في قطر وكان الأداء مشرف في الحقيقة هل تعتقد بأن المنتخب المغربي للسيدات سوف يقتفي أثر أسود الأطلس في الأداء فعلا نشاهدنا الصدفة نرجع لها 52 سنة الوراء كان لقوا أول مشاركة من المنتخب المغربي الضكور سنة 1970 بمكسيكو كانت أول مقابلة هي مع منتخب الألماني كنا استطاعنا نسجلوا أول هدف في كأس العالم وكذلك المنتخب المغربي كان نهازم أنا ذاك بهدفي لهدف كان نهازم أمام المنتخب الألماني أنا ذاك كان بيكنباور كان باور كان العماريق الكورة الألمانية نفس الشيء يعادل بعد 2-5 سنة المنتخب المغربي النسوي اليوم كدعب مع المنتخب الألماني كأول مقابلة دياله كأول تجربة في بطولة عالمية شاءت الصدف لكن هذه المرة كانت بهزيمة قاسية الأكثر المتشائمين ما كشك ينتظر هذه الهزيمة وأنتمنى إن شاء الله المقابلات المقبلة تكون أفضل إن شاء الله ما الخطأ الذي تعتقد بأنه وقع فيه المنتخب حتى يخسر بسوداسية نظيفة لصالح الفريق الألماني اليوم كما شفنا كانت ثلاثة العوامل وهي اللي اتصرات على الأداء ديال المنتخب النسوي التركيز الأول هو التركيز كان عامل تهني مشتت بالنسبة للعبات المغربيات في رقعة الملعب ذلك بان على الأداء والتركيز كذلك العامل السيبي الثاني هو عامل التقني كان فيه أخطاء فرضية في الخط الدفاع وخصوصا في المحور الدفاعي كذلك الحارسة لم تكن في يومها لم تتألق في بيستوى المعهود كذلك العامل الثالث والرئيسي هو المدرب بيدروس اللي اليوم صراحة ما بين الشوطين كان الشوط الأول أداء محترم لكن في الشوط الثاني بعد الشوط النهاية الشوط الأول كان لعب بطاكتيك 4-4 جوش بغي يحاول يرجع يقلص الفارق فحول الطاكتيك 4-3 جوش هذا اللي خلنا بعد البداية الشوط الثاني المنتخب الألماني كيسجل هدف الثالث لم يكن الرد بالنسبة للمنتخب المغربي لا في الهدف الثالث ولا في الهدف الرابع فكان نهيار كبير فصراحة هذه النتيجة فقط تفكرني في الفلسفة دي المدرب الفرنسي دي الرونار في 2018 مع المنتخب الوطني المغربي كان لعب مقابلة ديال التصفيات والمقابلات الحبية اللي كان يوجد للكأس العالم كان بأداء بلعبين ولكن في الإقصائيات تم تغيير أماكن بعض اللاعبين تم تغيير بعض اللاعبين هذا نفس الشيء اللي نشوفوه اليوم في كأس العالم السيدات مع مدرب فرنسي الفلسفة دياله ليوم ما كانت في اليوم ديالها هذا اللي أداء تغيير اللاعب بأي الحاجة اللي كانت تلعب كظاهر أيمن اليوم شفناها كمدافع في الميدا وسط الدفاع كانت تغييرات بعض اللاعبات هو ليأثر على الأداء دي اللاعبات هذه الفلسفة اللي ما عطنا شيء له من هذا لأن صراحة المنتخب المغريبي كانت عنده البصمة لا دياله اليوم مخص القرى النسوية من يوم من ابتداء من هذه الهزيمة تبنيع لها لأن حتى المنتخب اللي رجعني سنة 1996 و96 كان المنتخب الألماني ينهزم مع منتخب الأمريكي بستل صفر ولكن منتخب الألماني خدم على هذه النتيجة وعمل عليها باش يوصل لهذه النتائج اللي وصلها اليوم لكن سيد علي ماذا عن مواجهة يوم الأحد المقبل منتخب المغرب لسيدات من المفترض أن يواجه النظيره منتخب كوريا الجنوبية ما توقعاتك؟ صراحة بقي هناك ستة أيام من المقبلة إلى المقبلة المقبلة مع فريق كوريا الجنوبي فريق كوريا الجنوبي هو الفريق الذي عنده هو تاريخ والبصمة في البطولات العالمية هو من المدرسة الأسيوية التي تعرف تألق المنتخب التوليتي من المنتخب الياباني والمنتخب الصيني كذلك نزيد عليهم المنتخب كوريا الجنوبي هو هذه ستة أيام المتباقية خصنا الإلهام لاعبين بالأرياحية والطمأنينة واسترجاع التركيز للمقابلة المقبلة كذلك خص المدرب إصحح الأخطاء طاكتيكية وترجع أهم شيء هو التركيز للعبات ويتقيقوا في نسوم كنتمنى ومقابلة الغد بين كوريا الجنوبية والمنتخب الكولوم بالنسوي أن ينتهي بالتعادل لتقدر تزيد الحضود المتخبات المغربية لبوءات الأطلس ونتظر إن شاء الله النتيجة أفضل مقبلة إن شاء الله نرجو ذلك شكرا لك من الرباط علي المصباحي المدرب والناقض الرياضي بإذا انتهت حلقة اليوم الحصم الغاربية من قناة الغدف القاهرة شكرا على كرام متابعتنا في مهن الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر